اشتركوا في القناة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي إلى باكستان أعرب معالي وزير الخارجية خلال الاجتماع عن اعتزازه بما تتسم به العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية من رسوخ وثبات يدفعها دوما للرقي والتطور وتحقيق طموحات البلدين والشعبين الصديقين ويدعم جهود التنمية ويعزز النمو الاقتصادي مشيدا معالي بمواقف باكستان الداعمة لمملكة البحرين في كافة الظروف والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين وحرصها على ما يجمعهما من علاقات وثيقة ونوها معالي وزير الخارجية بالجهود الدؤوبة لجمهورية باكستان الإسلامية في تثبيت دعائم الأمن وركائز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا حرص مملكة البحرين على دعم هذه الجهود بما يؤدي لإرساء السلام في جميع أنحاء العالم من جانبه أعرب دولة السيد محمد نواز شريف عن اعتزازه بزيارة معالي وزير الخارجية مستذكرا بكل التقدير زيارته لمملكة البحرين وما حظي به من حفاوة من لدن قيادتها الحكيمة تعكس السعي المشترك لاستمرار التواصل وتؤكد متانة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية والتي تمر بمرحلة مزدهرة تتميز بتعدد مجالات التعاون وأمكانيات واسعة للمزيد من التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين لأجل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تهدد دول العالم متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار